الله يصحب صباحكم يا رب صباح الخير من ملاعب فورباري. فورباري ستوكولم اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله يوم سعيد. اليوم عطلين. واليوم يا اخواني الكرام. مش عارف نبدأ من هلا ولا كمان شوي. خليها لكمان شوي. صباح الخير. ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. صباح النور والسرور والاجواء الحلوة. اليوم رجعت الشتوية. ان شاء الله يا رب. يعني الجو نوعا ما حلو. خمسة عشر. ست عشر. فالجو هي كمنعش يعني. مطر خفيف بروحه بيجي. هلا احنا اجينا هون عند الملاعب. اليوم جاني شعور يا اخواني الكرام بارح. اشتغلت اه كبداية يعني هلا احنا في شغل بداية. فكان شغل كثير. يعني بتقدروا تقول وتمن ساعات متواصلة. عمل. فرجعت زي اللي لاعب كرة قدم او كاين في سلام ورحمة الله. ورجعت عالبيت وكأني كنت في مصارعة وكان العب ملاكمة. كل جسمي بوجعني. فقمت اليوم الصبح تعبان يعني شعور اه شخص بده يمرض. فقررت عشان اتخلص من هذا الشعور الحركة. يعني انا بشوف يا اخواني الكرام من افضل الوسائل للتغلب على الشعور بالمرض والعجز والكسل الحركة. لانه مجرد انه انت ظليتك قاعد بالبيت وعقلك ظل يقول لك نام ارتاح نام كل ما تقوم يقول لك نام. تدخل باحلام وانغام وافلام وتصير تعبان رجلي ضهري ايدي مش قادر اتحرك. فبستجيك مشاعر التعب والالام وبزيد المرض عندك. يعني عقلك بصير يعمل زي قوة الجذب. بصير يضخم. والله انا بخير الحمد لله. فانا انا ده احكي لكم طريقة من الطرق اللي انا بحاول شخصيا اتعامل محة لما يجيلي شعور التعب والالام والاوجاع. لانه احنا بشر. احنا كل اياتنا بشر. يعني كل واحد فينا بمر بمراحل وبمر بآلام بمر باحزان بمر باوجاع كيف تتخلص? كيف تقدر تتخلص ما تختخلص? نقدر نتخلص من كل الآلام بالحياة ما فيه. كيف تدير المشاكل في حياتك? كيف تدير الآلام في حياتك? كيف تدير همومك? كلنا عنا هموم. ترجع من شغلك تعبان زهقان المدير بيحكي عليك. شغل كتير. آآ نقد. الى اخره. فممكن ترجع تعبان مكسر جسمك. اذا بدك تضلك تحكي بالموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم. آآ بعد آآ فتح مكة عفا عفا عن كثير من الناس الظالمين. لانه بده يقلل من حجم المشاكل. ما بده يزيد. فانت بدك تحاول تتعلم من الرسول صلى الله الله وسلم. كيف نقلل? يعني في ناس بتلاقيه اذا بعرف انه انت اسأتله بيظلوا يتابعك حتى انه يسيء لك. الرسول ما كان يتبع هذا السيستيم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. احنا بتلاقي لك واحد بالفيسبوك ولا بالتك توك. واحد بحكي عليك كلمة بصير تحكي عليه الف كلمة. فبتزيد من حجم المشكلة. لا حاول قص الحبل من اول. خلص يا بتعمل له بلوك يا بتعمل له حظر يا بتقول له الله يسامحك. لكن متابعتك للاشخاص اللي بيسؤولك راح تزيد المشكلة. ورح توقع في مشكلة اكبر. فاندحكي لكم باختصار. يعني انا على سمثال زي زيكو شخص عادي تجيني مرات اه تعبان مش قادر اقوم. ظهري بوجعني. ايدي بوجعوني. بيجيك مشاعر يا الله تعب يا الله بدأ امرض. لا حاول لا تستسلم للفكرة. اول ما تجيك الفكرة نط عن الفرشة. قوم روح اتحمم اضرب دوش. اتحرك. اجلي نظف البيت. اعمل اي اي شي. لكن زبط لحيتك احلق. تعطر. لكن اذا ضليتك. على الفرشة لا تلمنى الا نفسك. والله يا اخواني الكرام. انه المرض يزيد بفكرة انه انا ارتاح اكثر فانت بتتعب اكثر. بفكرة ايو اشتغل شغلي مفيدة. بفكرة انه انت والله انا تعبان. خلينا انام كمان شوي. بتصير تدخل بالاحلام. وبتصير تقول اخ يا ظهري. واخ يا ايدي. وعقلك عقلك بشتغل بالتضخيم. لا ولا مصادغ. طبيعي كله طبيعي. انا طبيعي فرش. انا راي عفور بقرد. بس اه حركات واكسات وماكسات. فالواحد يحاول شوي هيك. اه يتغلب على على بطلع لك اضاءات وشغلات وحركاتهم. يتغلب على مشاعر الكسل ومشاعر المرض. هو الانسان عبارة عن كتلة مشاعر. فاذا ما قدر يحاول يتخل او يدير هذه المشاكل مشكلة. ايه يقوم يتسل بها الجليات. مثلا. قديش عمرك من فلسطين. الله يسعد صباحك يا رب. اكتبونا بالتعليقات. يعني اكيد المتابعين اللي بتابعوني من زمان بيعرفوا قدي عمري. بس الاجداد ما بيعرفوا. اكتبونا بالتعليقات كم. حزر فزر. خلشوف مين معنا جديد. والله مو برد. جو حلو. جوره منسي. ما في برد ما في هوا حتى هون. هلا بنروع البحر. بعدين روع عشر هون من. نصال الظهر. شوفونا ها. حبيبي حبيبي تلاتين. لازم الانسان يعيش كل مرحلة من مراحل عمره. بغض النظر يعني. كان عمرك اربعين. عيش حياتك بالاربعين. لا تضلك اه العمر لا يعتبر عائق. هو مجرد رقم. اعتبره رقم. طبعا لحد الان ما لما يصير فيه جواب صح بحكي لكم صح. هاي صار فيه هوا. صار فيه حركة صار فيه اكشن. فاحنا كان موضوعنا يا اخوان الكرام انه احنا بنحاول نشارككم بالاشياء الواقعية. عشان ما تعيشوا بالمثالية. لانه اه من كثر ما صار فيه فيديوهات عن المثالية. رح نروح نصل الظهر. نشري شوية اغراض. نروح سوق الخضرة. شار هولمن. بس بعدين بعدين نروح البحيرة هسا شوي بنا نوخد نوخد طاقة. من كثر ما نشروا الناس عن موضوع الطاقة الايجابية. صارت الناس اه ملت. شوي خلنا نحكي عن الطاقة السلبية. الطاقة السلبية موجودة. ممكن مديرك بالشغل يحكي لك كلمة مو كويسة. ممكن زوجتك تزعلك. ممكن ولادك يزعلوك. ممكن انت متوقع ان اولادك يكونهم الافضل. شاطرين في مدرستهم. شاطرين في بيتهم. ممكن اهلك. ممكن اخوانك. فكل موجود. لكن من كثر ما حكوا عن الطاقة الايجابية. انا بحكي عن الطاقة الايجابية كمان. بس مش بدنا بدنا ما نبالغ. بدناش نبالغ. الحياة مليئة بكل شيء. نعم. فيعني اه حلو التوازن. ستاندرد. لازم يكون في ستاندرد زي النظافة. هسا بعلمونا بالنظافة. اشي اسمه ستاندرد. يعني لا تكون توب توب. انا هلأ والله اليوم يا اخوان الكرام بسمع على كتاب عن سيدنا محمد. كتاب رائع جدا صلى الله عليه وسلم. كتاب اسمه الرجل النبيل. انصحكم انكم تسمعوه. في كتاب للدكتور عائض القرني رائع جدا يصفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عائض القرني له كتاب رائع جدا عن وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى بقول في الكتاب هذا. انه يا يا للمتابعين اغتباس. انه لا تلوموني ولا ولا توقفوا. انه علي. انه انا اصف شخص احب الناس الي. فهو بالكتاب هذا بحاول يحكي عن كل مشاعره. اتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقم. هاي الكلمة السودية يعني لا فوق ولا تحت. ايوة. يعني ما نحط كتير الخيال انه والله هذا الرجل البرفكت. انا لا غني ولا فقير. اريح اشي. اخواني الكرام والله الانسان بيكون غني كتير. بتكون مسؤولياته كتير. تخيل عندك بيتين ثلاث. تخيل عندك سيارتين ثلاث. تخيل عندك زوجتين ثلاث. تخيل عندك خمس ست سبع اولاد. مسؤوليات. صلى الله عليه وسلم. لو كان الرجل الرجال اقتدوا بالنبي صلى الله وسلم كان امورنا بخير. كلام سليم. هاي المشكلة بالرجال. والنساء لو اقتدوا بستنا خديجة. نفس القصة. نرجع لنفس الدائرة. نرجع لنفس الدائرة. صلى الله عليه وسلم نفرجكم المكان هلأ بالطريق. شو رأيكم بالفيديوهات تبعتنا بال باليوميات بالجولات بالوردات بتابعونا بتشتقونا ولا ما بتشتاقوا. اي الباركيرنج هون احنا قراء وصلنا لفوربي جورد. مشانا شوي هيك عند البحر نغير نغير المزاج طاقة. تشتقونا ولا ما بتشتاقوا. تشتاقونا ولا بنشتاقلكم. يعني كان راح تزوج فطة ولا طفلة ولا راح تتزوج تسعى لتسوي غزوات. يعني الرسول صلى الله وسلم كان خير البشرية. لكن نفس الوقت كان يقول من اعرض عن سنتي فليس مني. فحتى يعني ايجوب تعرفوا في الحادث اللي ايجوب تقريبا هدول الاربع اشخاص اللي يصوم ولا يفطئر. ويقوموا الليل ولا ينام. ولا ويعتزل النساء الى اخره. فالرسول صلى الله وسلم قال من اعرض عن سنتي فليس مني. فالمبالغة مو كويسة. المبالغة في الامور غير جيد. يطمنوني عنكو طيب هالصح كونا انتو. حدا حاب يكون معنا باللايف. وين ابو ريان? حابين تكونوا معنا باللايف. فيه حدا حاب يطلع معنا يسولي في الدردش. فانا انصحكم اخوان كرام في كتابين ان اليوم سمعتهم. كتاب اسمه الرجل النبيل تسمع وصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب للدكتور عائد القرني. ناسي شسمه في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب ايضا رائع جدا يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انصحكم بقراءة هاي الكتب او سماحها. اخوان كرام يعني ابدأ احكي لكم انا طريقة بستخدمها. ما بعرف اذا انتو تتبعين هاي الطريقة خصوصا النساء اللي بالبيت او اللي عنده وقت قادر ان يسمع كتب. انا احكي لكم يا فس تو فس. السلام عليكم. نعود نعود اليكم في اطلالي جديد. اه حاب احكي اخوان الكرام يعني اه محاول نحكي لكم الطرق انا في التعلم. يعني انا منزل تطبيقات تبعة الكتب. وانا بحب المشاهدة وبحب الصوتيات. بحب البودكاست. وبحب اني اسمع كتب. اه مختصر للكتب. فيه تطبيق اسمه وجيز مدفوع. ممكن خمسين دولار ستين دولار بالسنة. بس ايش? عندك مئات الكتب. مئات الكتب المختصرة. تسمع كتب بالعربي بالانجليزي. عندك بودكاست. عندك راديو. عندك موسوعة. يعني بدك بس وقت. انا بحاول من تطبيق وجيز. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الخريف بلش على كل حال. فانا بدأ اعلمكم يا اخواني واخواتي. يعني اعلمكم من اشياء اللي تعلمت انا. يعني كيف انا الوقت بحافظ عليه. يعني عسل المثال هسا بكون ماشي. لو مو فاتح لايف. بحط لي كتاب صوتي بسمعه. بالبيت. بتترتب بالبيت. تجلي. بتنظفي. تغسري. بدل ما تضلك تحطي اغاني. حطي لك تفسير القرآن. حطي لك كتاب. تعودي. ادخلي على الكتب. مثلا ادخلي على الفقه. ادخلي على الفقه. ادخلي على تفسير القرآن. ادخلي على تطوير الذات. ادخلي على اي بوابة. تقدر تسمع الكتاب. كل يوم تسمع لك كتاب كتابين. تطور. تطبيق اسمه وجيز. مدفوع. مش مجاني. بس رائع جدا. والاشخاص اللي بالكتاب في التطبيق. اسلوبهم راقي جدا. بشعرك يعني بدخلك بالكتاب. عن جد رائع جدا جدا. تطبيق وجيز. انصحكم باستخدامه. في تطبيقات اخرى اللي المحب يقرأ. في تطبيق قارئ جرير. هذا التطبيق بعطيك كتاب مجانا كل شهر. ومعظم كتب الدكتور ابراهيم الفقي مجانية في هذا التطبيق. تطبيق قارئ جرير. لكن انا اه قليل القراءة قراءة. صباح الخير. انا بناخدك على المرتفعات. انا بنروع لها ملايا. مرتفعات الاطفال. شوفوا البيوت والزينة هسا والحركات هون. شوفوا هون ألعاب الاطفال. هيك جولة بين البيوت الواحد يشعر بهالاماكن بهالسكن بالورود والزهور بالكونات في بلكونة حلوة. تفتح نفسك على القاعدة شوف هنا في ورد. هلأ وين راحتيها? هاي كلها ورد. هلأ بشوفوني بطروني. هلأ نفرجيكم المنطقة. نفرجيكم البلكونات والوضع. صباح النور. فأخير. درجيكم البلكونات والوضع. هاي البلكونة حلوة. وسيطلعونا شو اصحابها سيطلعونا واحد صاحبنا. احنا في فوربي قورت هلا شوي من روعة البحر. وحب اجي على هاي التلة. بس اجي اتمشها. صباح النور. فاخواني الكرام بالوقت الفراغ اللي عندكم وانتوا ركبين القطار وانتوا قاعدين بتجلوا بتنظفوا او بشغلك عندك مجال. عندك وقت فراغ. نزل لك تطبيق من كتب الصوتية او البودكاست. حط لك موضوع اللي انت بدك تدور عليه. مثلا انت مش عارف تسويق. حط تسويق. انت مفاهم مسائل في الدين. حط الفقه الاسلامي. فبتلاقيك شوي شوي بلشت معلوماتك الزيد. يعني الانسان مهما يتعلم بظله جاهل. بظله جاهل في مجال. عالم عالم كبير. وحبين نحكي شوي اخوان كرام على اللي صار كمان. الله يا رب يرحم اخواننا في ليبيا والجزائر. وانتوا شايفين هال علامات اللي قاعدة بتكثر. فالانسان يحاول لا يظلم احد. لانه يترك وراه ذكرى جميلة. لعله وعسى الانسان بس يموت يلاقي حدا يذكره بالخير يوم القيامة. لانه الحياة قصيرة. شوفوا الناس قدي جمعت اموال. الله يسعدك يا رب. وعلى الشجان اتصال. الله يسعد صباحك يا رب. فاللي صار في ليبيا. اللي صار في المغرب. الله يرحمهم يا رب برحمته. وكمان اللي صار بتركيا. احنا كل يوم قاعدين نسمع. قصص وحكايات. هاي كلها علامات واشارات. فهمش الانسان يا اخوان الكرام يبتعد عن الظلم. هاي مهمة جدا يعني. ويدي هالفرائض يعني. ادي هالفرائض اللي عليك زي الرجل اللي اجا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له يعني انا ما مو كثير صلاة ولا كثير صوم ولا كثير. قال له لكني بصلي بأدي الصلاة على وقتها. قال له اذا انت فعلت فقد فلحت. فاحنا على الاقل نأدي الصلاة. وما نستغيب. هالغيبة هاي. الغيبة اللي ذاب حي العالم. فلانة جوزت فلانة خلفت فلانة نشتغل فلان. شو استفدنا من الغيبة. والله عذاب. الغيبة يا اخوان الكرام. عذاب في الدنيا. انا حسب وجهة نظري. عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لانه انت الشخص اللي راح تظلك تستغيب وانت بتكون زي المنافق. كيف انت بتحكي عني قدامي انه انا كويس ومحترم. وبشتغل شغل منيح او بعمل ايش منيح. وبس اطلع وبعد عنك بتقول هذا انسان تافه. انت انسان يعني نادر النادر. انا بالنسبة لي بعتبر بشوف انه الشخص اللي بستغيب يعني يلعب يلعب دور المنافق. يلعب دور المنافق. فالغيبة ما راح تفيد. انت الغيبة اكثرها من الحسد او من الغيرة. يعني اكثر الغيبة بتصير. حسب وجهة نظري انا. انه ممكن الواحد الغيبة في في احوال معينة تجوز. لكن احنا صارت الغيبة علينا اسلوب حياة. تيجي فلان بتقعد بالبيت. شو عملتي وشو سويتي وشو. بتروح من هون. تيجي واحدة تانية بصيروا يحكوا على الاولى. بتروح الاولى بتيجي التانية بتيجي التالتة وهكذا. الله يسعد صباحكم يا رب صباح الخير. فبتعدوا عن الغيبة لانه هاي صارت درجة اخوانك. صارت برمجة عقلية. الغيبة صارت في حياتنا. للأسف صارت. وتنتقل الى اطفالنا. وتعبر عن عدم الرضا في الاغلب. يعني اه والله فلان اشتغلت. اه والله فلان اتجوزت. يخي هذا ارزاق. حتى الحب رزق. الرسول صلى عليه وسلم كان يحكي عن حب خديجة له. انه هذا رزق من الله. رزق. ربنا اذا بدي خلي حدا يحبك بحبك. والله لو انك تفران. والله لو انك يعني معكاش اشي. الحب بيجي اشي من القلب. اشي هيك اه سبحان الله الهي. مش حب الشكل. يعني والله وحب بحبني بالمناسبات. منحبك بالمناسبات والاحتفالات. وانت لابس البدلة وانت مشخص وحط العطر. اوكي. وبعدين لما انا اجي شخصيتي اه مش معجف فيها. بعد فترة بتتركني. للأسف هذا اكثر زيجات في العصر. الحديث حب الاشكال. يعني في واحد بحكي لماذا تفشل الزواج. في العصر الحديث. لانه حب للاشكال. والمناصب. والمراكز. ولكن هو ليس حب للاشخاص. ليس حب للشخص نفسه. للعمق. يعني هاي المشكلة. العمق. الجذور. فما فيه. هذا حب كذب. حب حب مشروط. حسب لبستك وحسب شكلك وحسب طولك. اوكي. هذا مهم كله. حتى العطر بلعب دور. لكن لما تشعر انه الشخص فعلا واقف معك في في السراء والضراء. هون الحب. في السراء والضراء. امن الحب هذا تبع والله. طبختي مقلوبة بحبك. ما طبختيش اليوم بحبكيش. لازم اراعي ظروف الشخص الاخر. ممكن اليوم تعبان. مبارح طبخة مقلوبة لانها مرتاحة ومبسوطة. اليوم تعباني متنكدة. لازم تراعي المشاعر التعاطف. تعاطف ضروري في الحياة. لكن لما تضلك واقف عن نقرة. هاي المشكلتنا في الزمن هاده يا اخوان الكرام. الزوج واقف لزوجته عن نقرة. والزوجة واقفة لزوجها عن نقرة. والله اليوم بصر ايش? اليوم ما لبستيش. اليوم لبست. اليوم مرة درستش لولاد انت. اليوم ما جبتش معك اغراض. هاي زي في قصة ما بعرف اذا سمعتوها. انه احد الازواج كانت زوجته. ظلها تعايرو بزوجها السابق. ناسيها القصة تفاصيلها ما بعرف. بس احاول اتذكر وحكي لكم اياها كيف. فكانت الظلها تقول له الله يرحم فلان. اللي كان كل ما يدخل علينا البيت يدخل معه كيس. وانت تدخل على البيت ما تجايب معك اشي. قال صرعتني. كل يوم تقول لي الله يرحم زوجي. اللي كان ما يدخل البيت. ولا انا. ولا معه كيس. وانا بادخل البيت بدون كيس. راح مش عارف عن شيخ ولا عن مين. قال له يا شيخ شف النحل. هاي زوجتي جننتني. كل يوم تتقول لي هاي القصة. قال له قال له انت احكي لكمان. جيب لك شو كانت زوجتك السابقة تعمل لك. قال والله كان زي بوكس مش عارف اشي بوكس صندوق. كانت تتعطيني ايا عشان ارتاح او اقعد او اشي. قال جيب لها ايا هذا البوكس او هذا الصندوق. وقعد عليه. وكل ما هاي تتحكي بتقول لك ليش قاعد على الصندوق. قول له والله الله يرحم زوجتي. السابقة كانت كل ما تشوف لي تعبانا تقول لي ارتاح. فصارت القصة فعلا جاب السندوق وقعد. باعرف شكل القصة ما بعرف اذا انتم سمعتوها. فبتقول المرة تيجي تحكي له عن موضوع ليش ما جبتش وليش جايب وليش متجايب. قالها يا بنت الحلال. اه صارت تقول له ليش انت قاعد على الصندوق. قالها الله يرحم زوجتي السابقة. فقالت له بالاخير ايه خلاص وقف عنها العادة. قالها انت وقفي وانا بوقف. يعني بما معناه يعني مش عارف احكي لكم القصة. مش بتذكر تفاصيلها. انا سمعتها مرة واحدة. بس المعايرة هاي مش كويسة بالحياة. صباح الخير. صباح النور. من فوربي جورد. اه مو ذاكر لكم تفاصيل القصة بالزبط. لكن في ناس عايش حياته هيك. معايرة. كل يوم متعاير. وين روحتي وين اجيتي. وشو سويتي وشو طبختي. وشو عملتي. هاي الحياة ان حياتنا كد. حياة اللي بيظلوا يتبعك على كل خطوة. وشو عملت. هاي من مشاكل التربية اصلا اخواني الكرام. ليش ولادنا بيصيروا يتمردوا. ليش الازواج بتمردوا. ليش الزوجات تتمرد. من كثر المتابعة والتدقيق. المتابعة والتدقيق تخلق الانسان. الانسان بحاجة لشوي مسافة. السيارات بحاجة لمسافة. انت لما تمشي بقولك لازم يكون في مسافة في علاقات. شو عملت اليوم. هذا التحقيق اليومي. اكثر الزوجات. يعني او حتى العكس ممكن يكون الازواج. برجع من الشغل. بتلاقيها طيب شو قاعدة طول انهار بتسوي. ليش ما طبختي. تكون الله اعلم. يمكن مريضة. يمكن اهلها يجوه. يمكن. ما بتعرف. طب. اه. عيد صيغة السؤال بطريقة تانية. فهاي المشكلة انه احنا ما بنعرف نطرح اسئلة وما بنعرف نتواصل بالشكل الصحيح. هاي مشكلة من المشاكل. نحنا كبرنا يعبرونا بولادي الجيران يعيرونا لعنى انهم افضل. وهاي مشكلة المقارنة المقارنة. نحنا صغار. ابن عمك اشطر منك. ابن خالتك طلع عمريكا وصار عنده بيت. ابن بصار مين صار متزوج. انت بعدك بصار ايش. افلان صار مهندس وانت بعدك صايع. فاي بتولد الكراهية بتولد الحقد. بتولد مشاكل كتيرة في حياتنا. قربنا نروسل على البحيرة احنا هلا عند محطة فوربي قرد. في حدا حاب يطع معنا بالبث. من وين نروح? نروح من جهة السنتروم ولا من روح من آآ من هون? ولا وقات لازم حتى يصير احسن. ما هو المشكلة المشكلة في العلاقات اكثر اكثر المختصين في مشاكل الاسرة. وقل لك اكثر الزوجات لما يتزوجوا بيحاولوا يغيروا ازواجهم. هون تبدأ المشكلة. يعني انت اخدته مدخن او انت اخدتها مش محجبة. بصير هدفه الاكبر وانتصاره الاكبر انه هو يحجبها. وهون بتبدأ الصراع. هو كان شخصيته ضعيفة او اه لبسه مو كويس. او اه هي بدهيها على نمط معين. هي متخيلة. او هو متخيل. الزوجة الستة البيت. اللي بتقوم بواجبات هاو بتنظف. وعقله ما اخد صورة نمطية من التلفزيون من من المسلسلات. كل واحد فينا عنده صور منظورات فكرية. فبيحاول كل واحد فينا من خلال هاي المنظورات الفكرية. انه بس يتزوج. والله انا ما كنت متوقع الزواج زي هيك. زي اللي بيجع امريكيا. او بيجع السويد. يا اخي انا ما كنت اتوقع السويد زي هيك. يا اخواني الكرام. الصورة. هاي كانت دايما والله كل ما اسمعت دكتور صلاح الراشد. اه يحكي عنها. الصورة لا تمثل الواقع. يعني انت هلا اللي شايفه هون. لا يمثل الواقع مية بالمية. لانه انا الواقع عندي فيه هوا. فيه اكسوجين. فيه فيه حركة. فيه روائح. اه فيه ناس ممكن حدا اه هسه اه 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 مخلص رخصة القيادة ناجح. واحد مخلص رخصة القيادة في راسب. واحد واحد متهاوش هو مرة تطالع من البيت. واحد جاي جديد على السويد. فالصورة اللي انت بتشوفها. حقيقة يعني يمكن تشوفني انا لابس لبس الاغنياء. لكني في الطفران. مو دائما تنظر بعين اه وتحكم. الحكم هذا مشكلة. يا زي اللي بشوف واحدة اه على باب ديسكو او باب نادي ليلي او بشوف لك شيخ يمكن ملتحي. يمكن يشوفه باب نادي ليلي ويقول لك اه الشيخ فصق. ممكن راح يا اخي الكريم اه اه يدعو الى الله ما بتعرف. ممكن اه في حاجة في شخص قلو بدي بديك تهدي لي اشخاص معينين. ما هو الحل اوقات لازم شو الحل. هذا جواه السؤال ولا جواب. شوفوا لي على الوردات. سبحان الله العظيم. على هوا اليوم الجو منعش عن جد. انا نصحكم ان تطلعوا اخوان الكرام اللي معطل زي حالتي اليوم. يطلع يتحرك. الاجواء جميلة جدا. فالمشكلة انه بالزواج اخوان الكرام انه صار بده كل واحد يغير التاني. وهنا بتبدأ الكارثة. وبعد ما تتزوج المرأة والرجل ببلش يتزين. طب ليش ما تزينتوا قبل للزواج. والله في ناس في ناس اهتدوا في قصص كثيرة. لناس اهتدت وهي فيهاي. بس طبعا يعني الموضوع مو اي شخص قادر عليه. مو اي شخص. يعني في قصص ادخل اسمع قصص لاهتداء اهتداء اشخاص في هاي الاماكن. ممكن عرب كانوا او جنسيات اخرى. سمعت العديد من القصص. لكن لازم الشخص اللي بدعوا الى الله يكون شوي نوعا ما. يعني بالذات في هاي الاماكن او الاماكن شوي اللي صعب. انه كل انسان متمرس يعني عنده خبرة وعنده معلومات وعنده لغة. مش اي مكان يعني. انت بتدعو الى الله باخلاقك اصلا يعني. انت باخلاقك باسلوبك بمعاملتك. الدعوة الى الله لها عدة طرق. يعني مش ضروري انه كل يجيب كتب ويوقف في مكان. كل واحد الى اسلوب ممكن الناس تختدي فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة. ما كان طول نهار يروح ووقف الناس بالشوارع وهي كانت الناس تسمع عن اخلاقه وهي تيجي تسأل زي البضاعة. هس انت لما يكون عندك بضاعة ممتازة. ودرجة اولى. والله في ناس ليش الناس تروح مثلا على اليابان. في ناس بيقول لك لا بديش بضاعة الصين. او واحد بيقول لك بدي الماني. مش مشكلة السعر. ليش? لانه السمعة تلعب دور. الثقة يلعب دور. المصداقية تلعب دور. فكل سبحان الله الصفات هاي كانت متوفرة لدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا توفرت هذه الصفات لدى الداعية. الناس بتصير تسأل عنه وتدور عليه. هلا انت بتدور على مكانينكي شاطر. بتقول مش مش مشكلة. والله لو بجي من مالمو. او بياع شاطر. او بياع عنده بضاعة اصلية. فالسمعة هي دعوة. مرات بتقطع مسافة. احنا مرات بنسافر على الدول العربية عشان نوكل كنافي ونوكل حلويات. على مستوى الحلويات. بنقولوا امي والله جربنا اكل المطاعم في تركيا وفي السويد. وما عجبنا. فبتلاقيك بتقول فش بعد اكل بلادنا. مصداقية يعني نوعا ما بكون في اشي اشي يتعلق في 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 المصداقية وفي في الاصالة. فهذا كله بالعبدور. الاصالة والمصداقية هي عنوان. انت ممكن تقطع مسافة طويلة جدا. عشان شخص يعلمك. وعارف انه ايش فهمان. عنده معلومات فعلا. وقادر على الاقناع. ممكن يكون عندك واحد مخلص دكتوراه. وبعرفش يخطب جمعة. مو شرط. ممكن واحد مخلص دكتوراه. قل له تعال اخطب لنا خطفة الجمعة. بخربة تقوله والله هو احد. فالخبرة. الثقة. المصداقية. الاخلاق. للشخص يكون خلوق. والله واحد بحكي لك عن الكرم وهو بخيل. بزبطش. واحد بحكي لك عن الصحة وهو طول نهار من دخان لارجيري. لويسكي. لكونياك. بزبطش. لازم يكون قدوة. يعني رب العالمين لما حكى انه عن سيدنا محمد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فقدوة. هو قدوة ومصداقية و. الله نقول لك هذا صار شيخ. احنا بنحكي عن المواضيع من شكل عام. فهذا حاب يطلع معنا بالبث قبل ما نصل على البخيرة. اذا حابين اهلا وسهلا. تأملوني الجرافة. سؤال حاب بصراحة ليش. انت. ايش طبل. كثير سويد. مساء الخير. انا مقاطعة بالمانيا. احنا في السويد. ستوك هولم. ياريت السؤال يكون واضح مكتوب بشكل صحيح. كلام مهم جدا. اصعد صباحكم يا رب صباح الخير. احنا شوية رح نصل على البحيرة في فور باري. في موضوع اخر كمان لاخواننا العرب اللي تركوا سويد. وراحوا ع بريطانيا وما سبط اتمحهم الامور. يعني في بداية الاخرى قد تكون افضل. قد تكون افضل. اليوم بتابع احد اليوتيوبر يتحدث عن ايرلندا. ورغم ان انا عندي صديق هناك بقوله في عندهم مشكلة بالسكن. لكن بلد تعتبر اختيار جيد للمتحدثين باللغة الانجليزية. وبلد جميل. وبلد نظيف. وبلد راقي. غالي. بس انه اختيار للي عجزوا. انه هم يعني انا بشوف اختيار وليس دائما يعني انه انت خلص تتخذ القرار مية ومية. يعني في ناس حبة تروح تترك السويد وتروح تعيش في بريطانيا. وما سبط اتمحها الامور عشان البريكسيت والقصص هاي. فالاختيار اذا ما زبطت معك بريطانيا. عندك اختيارات اخرى. خصوصا الناس اللي تتحدث اللغة الانجليزية. او حابة تسكن في بلد يتحدث اللغة الانجليزية. عندك ايرلندا قريبة على اوروبا. وبلد جميل. بس مشكلته انا يعني اسمعت فيديوهات عديدة لاخوان العرب. وعندي صديق عايش هناك. من اكثر المشاكل اللي بواجهوها السكن. خصوصا بالعاصمة. يعني العاصمة كلها نصف مليون. وبلد يعني فيها متعددي جنسيات وخصوصا جماعة امريكا الجنوبية. وميزاتها انه هي في المستقبل لو حصلت عالجنسية يسمح للاشخاص معرفش الاقامة. اللي عايشين في ايرلندا انه يعيشوا ببريطانيا. يعني فيه بناتهم اتفاقية بين ايرلندا وبريطانيا. انه بتقدر الايرلندي يعيش ببريطانيا والبريطاني يعيش بايرلندا. وايرلندا كانت مستعمرة لبريطانيا. يعني بريطانيا ما خلتش دولة في العالم. عام 1922 تحررت من بريطانيا. يعني قعدت تقريبا 800 سنة تحت الاحتلال البريطاني. وحتى هم يعني انه يعني اه جيدين جدا في 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 مع الجاليات العربية ايرلندا. او اختيار اخر اللي هي امريكيا. بس امريكيا في ملاحظة مهمة جدا. للي محهم جنسيات اوروبية. سمعتها من محامي قديم جدا في امريكا. ما بعرف انتم مركزين معي ولا مشو مركزين. اول شا شوفوا مركزين ولا لا. للي مفكر روع امريكيا. صاحبين الاجوازات الاوروبية. طبعا امريكيا غير. امريكيا يعني فيها تقدر تختار بين الشمال والجنوب. واجواء مختلفة. يعني ايرلندا الجو تبحة كمان. يعني هو جوها افضل من السويد. يعني يقال انه درجة الحرارة عندهم تقريبا بحدود خمسة عشر الى عشرين. يعني ما ما بتزيد على العشرين. يعني ما عندهم الصيف الحار يعني يوصل مثلا خمسة عشرين تلاتين. حسب قول اليوتوبر اللي لاف اكتر من مئة دولة. وحسب الاشخاص اللي عايشين هناك صار في مقابلات. فخلينا احكي لكم ملاحظة على امريكيا. بس اشوف المتابعين هم ركزين معي ولا لا. خلنا اقرأ التعليقات. رواتب لو ساعة العمل كيف. بحكوا انه فيه فرص عمل كتيرة. وفيه ناس تشغل في شركات زي جوجل. لانه لهم مقرات هناك في في ايرلندا. بس في فيها صعوبة. يعني بقدر الواحد يطلع سياحة. يشوف البلد. يشوف الوضع. وشوف الامور هناك. اه. ويفضل يفضل يفضل بالبداية يعني الواحد اذا قدرته وامكانياته مش كويس كتير. انه يعيش خارج العاصمة. العاصمة غالية. يعني انتقل تدريجيا. زي احنا اجينا على السويد. ما عشنا بالبداية في استوكهولم. لانه العاصمة غالية جدا. فحسب وضعك المادي. اذا وضعك المادي ممتاز. تقدر تشوف لك عد بيت في 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 العاصمة. رغم انه بقوله من اكبر التحديات اللي موضوع السكن. موضوع السكن. لكن في معلومة عن امريكا. في كتير عرب باوروبا بيغلطوا فيها قبل ما يسافروا عامريكا. يعني بوخذ الفيزا اونلاين. تعرف احنا اللي معه جنسية سويدية. خصوصا يعني في بعض الدول شوي مستثناء يعني. صعبة جدا لهم يعني. العراقي السوري اليمني. شوي صعبة جدا يعني في 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 موضوع الفيزا. اكثر بروحوا بيقابلوا بالسفارة وقصة. فاللي بوخذ الفيزا اونلاين في هاي الملاحظة بس اشوف انه. انتم معي في حدا معنا من هون معهم جنسية اوروبية مفكر يطلع امريكا. عشان نحكي لكم هاي المعلومة يعني حكام محام كبير قديم جدا. واجهوا مشاكل كثيرة حاملية الجنسية الاوروبية لما وصلوا لامريكيا يعني. خصوصا الفيزا الانلاين. الناسي شو اسمها شو الاسم الفيزا او كيف الموقع. بس لها لها مشكلة. براتا سفينزكا اوكي. خيرا نستنى شوي نشوف المتابعين وبعدين نتكلم عن الموضوح هذا. نحاول نحكي لكم المعلومات اللي اسمعناها اخر شي. مع الله وعسى بتستفيدوا. واللي حاب بيستفيد يتفرج على الفيديو كامل من اللقاء مع محامي مختص في قضايا الهجرة واللجوء في امريكيا. يتواصل معي باعطيه رابط اليوتيوب وبدخل فيه لقاء كامل عن الهجرة واللجوء في امريكيا والاقامات للأوروبيين. فاللي مهتم يتواصل معي عن طريق الانستجرام. بارفق له الرابط وبدخل وبحضر اللقاء كاملا. لكن تحكي لكم معلومة بخصوص الاوروبيين. احنا اللي محام جنسيات اوروبية ونفكر روح امريكا. ونفكر انه ياخد الفيزا هي طبعا الانلاين. ليش ما تصيد سماك وتبيعه. والله هي فكرة كويسة بس انه موضوع البيع مو بالساهل اخي الكريم. بدها تكون هاي حرفة. الواحد عنده اشغال تاني. يعني ممكن تكون هواية وليس حرفة. هواية حلوة. انا شايف ولا واحد من معه جنسيات اوروبية او حاب يسمع. تمونا بالتعليقات اللي حابين تسمعوا الموضوع لانه فيه اشياء بنحكي عنها الناس بتمر عليها مرور الكرام. لان نشعر انه انه انت من الاشخاص اللي عشان يوصل الصدى توصل المعلومة بشكل صحيح. انا مرات بكون بحكي بمواضيع مهمة جدا. بيجي بسألوني عليها عشر اشخاص. بكون حكيها بعشرين لايف. بكون المتابعين مراكزين على عيونهم على البط. زي البطة هاي. على مراكزين على البطة ولا مراكزين على الحديث ولا على تنين. ركزوا على تنين. على كل حال اخوان الكرام اللي مفكر ياخد فيزا اونلاين ويروح امريكا ويضلوا عايش بامريكا ما بزبط. ما بتزبط الفيزا الانلاين تتعدل بامريكا. الفيزا اللي بتاخدها من السفارة هي الوحيدة اللي بتتعدل. اما اذا فخذت فيزا اونلاين لا يمكنك ان تعدلها لا من محكمة ولا من دائرة هجرة. الا في حالة الزواج. او انه انت قررت انك تصير مستثمر بدك تطلع وتدخل وتسوي. لكن انه انت تمدد وتضلك انه تشتغل فيها. لا ما بمشي الحال. ما بمشي الحال الفيزا الانلاين. الفيزا لازم تحاول تروح تاخدها من السفارة. الفيزا لازم تاخدها وتنطبع على الجواز يكون مكتوب شو تفاصيلها. الفيزا الانلاين تبعت اللي بناخدها احنا. وهي معلومة انا ما كنت اعرفها يعني. الفيزا الانلاين اللي باخدوها الاوروبيين تلات شهور. وبروعة امريكيا في الاغلب. هاي الفيزا لا يمكن الاعتراض امام المحاكم. ولا يمكن انه هاي الفيزا تبدل الى اقامة. الا في حالات معينة مثل الزواج. وروح تتزوج. تمام. اما اذا انت والله تروح تقدم لجوء. لا يمكنك تقديم اللجوء. ترفض. اذا عرفوا في بعض الناس بتروح على المكسيك. وبتخبي الجواز السوري. بتخبي الجواز العراقي. وبتدخل. واذا اكتشفوا امرك فيما بعد. للأسف مشكلة كبيرة. في ناس حكى المحامي. انه بعض العرب بيجي فيه بجواز سويدي. جواز نرويجي. جواز هولندي. وبروح عن طريق المكسيك. وبدخل على اساس انه بدخل بجنسيته اللي هي العراقية السورية الى اخره. فاذا اكتشفوا مشكلة كبيرة بتصير اليك. والاغلب انه راح يكتشفوا راح يبين. بعرفوا. فانت بدك تحط يعني اذا تدخل حالك في احتمال ضعيف. عشان يكسروا هذا الموضوع. فاذنو تسافر عامريكا بفيزا اونلاين وتكون مفكر انك تضل بامريكا. هذا حل غير جيد. غير جيد. الافضل قدم ياع دراسة. خد لك كورس. او بتسعة شهور عشر شهور. خد فيزا قامة. فيزا من السفارة. ما بعرف اذا فهمتوا المعلومة ولا لا. يكتبوا انها بالتعليقات اللي فهم. فالفيزا الانلاين ما بتساعدك انك تضلك مقيم في امريكيا. او تعدل وضعك. لازم تاخد فيزا من السفارة على دراسة على عمل على سياحة على اشي. اما اذا رايح بفيزة الانلاين ومفكر تضلك عايش بامريكا انا ما بنصحك. بدك تروع على على السفارة تقولهم والله انا بدي حسب انت شو رايح. رايح بدي ازور عشر ولايات. الافضل قدم لك ياعا كورس دراسي يا رايح تحضر مؤتمر. وحاب ااخد الفيزا من السفارة. ممكن يحطولك خمس سنين. حاب اروع على سان فرانسيسكو. حاب اني ااخد فيزا قانوني نظامي. انت هيك بدك تشوف المناسب انت حسب وضعك انت شو وضعك هون. انا والله بشركة وحاب اني ااخد كورس في المجال تبعي في امريكا. وشفت الكورس هذا في الشركة كزا. وحاب ااخد فيزا من السفارة. مو حاب ااخد فيزا عادية اونلاين. فهاي معلومة مهمة. واللي مهتم بهاي المعلومات في مختص في امريكا. فلسطيني يعيش زمان ومحام كبير. انا طبعا لاي لاي علاقة ولايش. انا اتفرجت على الفيديوهات عشان اتعلم واستفيد. الانسان لازم يخطط قبل ما يخطو على اي خطوة. ففي قضايا بسيطة لكنها كارثية يعني بتكبدك الاف الدولارات. وخصوصا جماعة السويد يعني مر عليه من جماعة السويد. انه راهوا امريكيا وتورطوا بالقصة هاي. انه اخذوا فيزا اونلاين. وصاروا يفكروا يضلوا بامريكيا. فاذا عندك لاقي لك زوجة هناك ممكن يمشي الحال. لكن غير زوجة يفكر لجوء وما لجوء. والقصص هاي صعب القصة. صعبة صعبة. بضيع سنوات عمرك. بتبلش من الصفر. بتبلش يتعيد من الصفر في امريكيا. فاحنا حكينا يا اخوالي الكرام هاي معلومة انا بعتبرها مهمة. اللي ما زبط اطمعه بريطانيا. في عنده بديل اخر ايرلندا. طبعا في عنده بدائل كثيرة. يعني ممكن يروح اوروبا الشرقية. اذا هو وضعه المادي كويس. مناش نقول توب. ممكن يفتح مشروع. في رومانيا في بلغاريا في البوسنا في كارواتيا. حسب. مين الى بولندا. فاذا انت مش حاب تظلك موظف. انا انصحك في اوروبا الشرقية. في عرب كثير عايشين ترى للعلم. في عرب وطباء ودكاترا. والبدكية. ودول حلوة كتير. واماكن حلوة كتير. فالعربي اللي نفكر انه عنده شوية مصاري وعنده فكرة مشروع. انا انصحه في اوروبا الشرقية. انت حاب اخي الكريم بلد انجليزي وما انجليزي وحاب خلص انك تظلك تابع على سيستم معين وتشتغل وكزا. اذا مش حاب تتعلم لغة جديدة ولغتك الانجليزية كويسة. عندك بريطانيا عندك. طبعا بريطانيا صارت صعبة كتير. بريطانيا صارت صعبة جدا. يعني حتى اللي بقدموا هسا في يعني اشخاص اللي بنعرفهم اللي قدموا ونرفضوا. صاروا يشددوا. بريطانيا صارت تشدد يعني صارت صعبة. يعني في ناس بروحوا قاعدين وبضيعوا مصاريهم بصرف له خمس ستة الاف دولار وهو بستنى. واكتر من خمس ستة الاف دولار. وللأخير بالأخير بالأسف صار في رفض بريطانيا. فأنا سمعت قصص. نحكي لكم الواقع عسا لا تروحوا تتورطوا. وناس توهمكوا تقول لك تعالوا ما تعال. إلا إذا كان محامي وعارف من وين يبدأ. وحتى في المحاميين صاروا مراقبين. حتى المحاميين بريطانيا ماسكوا تلت محاميين للأسف قاعدين صوروهم وبعتونهم أشخاص من مختلف الوكالات. ولقطوهمهم قاعدين بحكوا للأشخاص منكم خمس تلاف يورو خمس تلاف فاون. عشان قصص اللجوء وقصص يجهزونهم إياها. فبدك تدير بالك. نفكر روح بريطانيا. بريطانيا صارت صعبة جدا للي ما أخذ الإقامة بعد البريكسيت. إقامة صعبة جدا وتكاد تكاد يعني بدك تكون مستثمر كبير. أو تتزوج واحدة ببريطانيا ممكن. نحن في فوربي جورد عند البطة عند الوز. فوربي جورد. كبسة مح. هاي معصبي على خير. فاحنا بنحكي لأخوان العرب اللي يعني عندهم مشاكل بالسويد وقصص اللي لأطفال. والقصص هاي وهي المواضيع هاي اللي قاعدة بتسير. موضوع بريطانيا. إذا ما عندك يعني يعني الموضوع صعب صعب جدا يعني الناس بقولكوا راحت وخسرت. إذا ما عندك الإقامة صار صعب حاليا إلا إذا أنت عندك مبلغ كبير. وبدك تستثمر. وطالبين مبالغ خيالية يعني. مبالغ خيالية عشان تستثمر ببريطانيا. فعندك اختيار آخر ايرلندا. كأوروبا يعني بأوروبا. او إذا انت معك مبلغ وحاب تستثمر روح على شرق أوروبا. فانت حر. إني خيرتك فقد. احنا نحكي لكم الأراء. انتو شاركونا بأراءكم. شو عمكوا أراء كمان انتو. يعني ممكن واحد يقول لك روح على أستراليا. إذا عندك حدب أستراليا روح على أستراليا. إذا عندك حدب نيوزلندا ومش نفكر ترجع. روح نيوزلندا. يعني أنا بشوف كأفضل ممكن تجمعات عربية في العالم في أمريكيا. يعني في أمريكيا إذا بتروح على فلوريدا منطقة سما تامبا فلوريدا. أو بتروح على هيوستن. بتروح على دلس. أو بتروح على شيكاغو. أو حتى بتروح على باترسون. نيوجيرسي. بتشوف وطن عربي هناك ثاني. بتشوف بلد عربي. يعني بتروح على أمريكيا. إذا روحت على مديئ منطقة مش عارف ولاية شو اسمها. تامبا. تامبا فلوريدا. بتشوف تجمعات للعرب وكأنك عايش ببلد عربي. وجو عربي. بتروح على هيوستن. بتروح على دلس. فلسطين. بتلاقي بباترسون. في حي كامل شارع كامل اسمه فلسطين. باترسون. ادخل لأكتب على اليوتوب. حي باترسون فلسطين. مدينة باترسون. نعم باترسون. نيوزلندا بعيدة كتير. وما في يمكن هالتجمعات العربية. أنا بشوفك اختيار إنه للعرب وللمة العرب الجاليات العربية بأمريكا متماسكة. نوعا ما نوعا ما يعني. بس يعني أخوان العرب اللي النقد اللي بيسير بيقولك أمريكا إذا ما اشتغلت بتموت. يعني انت شو رايح. انت رايح تنام. يعني هناك يدفعوك للعمل والحياة. أكثر العرب اللي هناك تجار وصحاب سوبر ماركتات وميكانيكية. فهناك في مجتمع عربي في مجتمع. هو هنا في أوروبا نوعا ما العرب غير متماسكين. يعني حقولي عن عن الجاليات العربية. حكي لي انت كسوري كعراقي كوين المكان تتلاقوا فيه وين الجمعيات القعدات السهرات. هناك بأمريكا شوارع مناطق كاملة مناطق احتفالات الدينية الاعياد المناسبات. الاكلات المطاعم كله جن بعضه كله هيكم. احياء كاملة. يعني كانك في بلد عربي. ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا عن الجاليات العربية في امريكا. احلى ميزة في امريكا تماسك الجاليات العربية. وحافظتهم على تراثهم وتقاليدهم. فهي هاي الميزة تبعت امريكا. مانشستر بريطانيا حلوة بس جو البريطانيا تقريبا يعني ما اختلف كثير عن السويد. يعني هين فرقت بس التلد. بريطانيا حلوة اختيار كأوروبا بس نحكي احنا قاعدين يعني الناس ممكن تفضل لأوروبا عشان قريبة عشان نظلوا يروح نشوف الأهل. خلسلم عليكم عند الماي انه منبلش نرجع عشان نصلي الظهر. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اخواني الكرام نشارككم بوجهات نظر. من خلال الفيديوهات اللي منشوفها. فانتو كمان ادخلوا معنا بالحوار بالنقاش. لعل واسه ممكن هاي الفيديوهات فيها اخطاء او المعلومات اللي منحكيها. مش معلومات منزلة. بس احنا نحكي من تجارب الاخرين اللي راحوا عامريكا راحوا عبريطانيا. يعني انا بعرف ناس راحت عبريطانيا والله يخسروا اكتر من سبع تمنتالاف دولار. عشان يسووا الاقامة وبالاخير نرفضوا. فانت عندك اختيار اخر. اذا انت ما اخدت الاقامة البريطانية وعندك مشكلة فيه في السويد. عندك اختيارات. اذا لك ناس في المانيا وحاب تروح المانيا روح المانيا. حاب هولندا روح ممكن تشوف الهينيدي. حاب سويسرا طبعا هاي الدول صعبة. لغة جديدة وعادات جديدة وكل اشي جديد. يعني بدك تبدأ من الصفر. يعني ليش الناس مثلا بتفضل ممكن بريطانيا او ايرلندا او امريكيا. عشان لغة انجليزية. وعشان فيها سهولة نوعا ما سهولة. في نظام الحياة. فاللي ما زبطت معه بريطانيا. انا بشوف اختيار. اذا انت يا اخي الكريم معك مصاري كتير. روح على شرق اروبا. او روح لك شوف ازربيجان. شوف كرواتيا. شوف رومانيا شوف فلغاريا شوف. انت كل واحد حر. ارجع على بلدك. اذا انت معك مصاري ووضعك المادي ممتاز. تقدر تفتح مشروع ببلدك. فتحت الاقامة عن جديد بريطانيا. والله يا اخي الكريم هاي اشاعات اكثرها ما بعرف. انا بعرف ناس جديد يعني ناس جديد. كانت في بريطانيا. ان رفضت. وعملت المستحيل. عنوان ومش عنوان واجار. واخذت بجميع تقريبا الاسباب. وان رفضت. فكتير شائعات. في ناس بتتروج الشائعات هاي عشان تاخذ مصاري تستفيد من العرب اللي بتروعها بريطانيا. الاختيار هو السلطة معلم. هذا رأيي كبلد عربي. اهلا اهلا اخي. كندا متاحة الجو لكن مشكلة في الوصول. والله كندا انا بالنسبة لي اختيار مبعد. مستبعد. يعني لانه طلعنا من المطر يجينا للتلج. او طلعنا من التلج يجينا للمطر. احنا نروح على بلد يكون الجو حلو ولغة انجليزية. ونغير 15-16 سنة. هاي الخريف هاي عرجعنا اليوم شتى. شغل ياخذ مباشر بارتايم هي بيصير. فكل واحد اختياراته يعني اللي عنده اخو في 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 المانيا ممكن روح على المانيا يسهل له الامور عنده زوجة عنده اقارب. بس انا بالنسبة لي شخصيا ممكن افضل اروعة بريطانيا او ايرلندا او امريكا طبعا. انا شخصيا افضل امريكا. امريكا نظرا لتماسك الجاليات العربية وفرص. امريكا بلد الفرص. نطلع نركب الملقيحة. امريكا رغم الاعلام اللي صور كتير جرائم واجرائم طبعا لا تخلو. لكن الواقع قد يكون مختلف. حكينا لكم الصورة ليست كالواقع. وهنا بننوقع. الصورة ليست كالواقع. يا رب بسم الله. خلنكمل هاي اللفة ونروح نصلي الظهر. بسم الله. كيف نطلع هسا هاي هيك. فعالي. يا رب بسم الله. امريكا كمان ضربتها اقل. خلنحطها على اليسار. حزب اليسار. يا الله. يا الله. انا في فور باري. فور باري ستوكهولن. انطار. امريكا كان ضربتها اقل. وفي مجال تحوش. والله اكثر العرب. اكثر العرب اللي عنا في الاردن وفلسطين. اللي راحوا على امريكيا. اكثرهم تجار. وصحاب شركات. وصحاب محلات. وبنوا بيوت. وعملوا مشاريع. واكثرهم بقول لك انا مش مفكر ارجع. ليش. بقول لك انا عايش بين الجارية العربية. انا عايش في شارع فلسطين. انا عايش في الحي الأردني. انا عايش في الحي السوري. انا عايش. كل التسهيلات موجودة. يعني تحضر مقابلات لاشخاص وصلوا عمر التقاعد. يعني واحد بسيط قاعد بفكر يرجع بلده. يعني اتفرجت على مقابل لأحد الشخص من عندنا بالاردن وصل اكثر من خمس وستين سنة. بقول لك يا عمي انا مرتاح. بيتي عندي. راتبي مكفيني. سيارتي عندي. الجارية العربية كلها حولي. شو بدل راح اسوي انا في الأردن. يعني انا صار لي 40 سنة مثلا بقول لك بأمريكيا. طب انا اللي بعرفوني ماتوا. فتواجد الجاليات العربية بيخليك تحب البلد اكتر. عاكس ما احنا كنا نفكرين. للعلم. هاي قناعة خاطئة عند بعض العرب. انه بدي حاول انه بسيج على اوروبا بدي يهرب من العرب. لكن بعد مرور السنوات. وبعد مولاده يبلشوا يكبروا. بقول لك انا بحاجة للجاليات العربية. بشعر بهذا الفراغ. لانه الجاليات الاجنبية. مهما تكون ما راح توصل للتماسك البدكية. راح ترفضك. راح ترفضك. ورح تدور على عاداتك. ورح تدور على دينك. بعد مولادك يبلش و13 و14 و15 سنة. ويدخلوا بسنوات المراهقة. بسير تقول وين? وين الاكل العربية? وين القعدات العربية? وين الاعراس العربية? وين الحفلات? هاي اللي بتخلينا نرجع. نظلنا نفكر اكثر العرب اللي عايشين في اوروبا. دائما عندنا فكرة متى العودة. يعني دائما نفكر ليش? لانه ينقصنا التواجد. لانه ينقصنا التواجد. ما في ما في لا حفلات. لا صهرات. لا قعدات. لا لمة. انت بتزهك بتميل. وينك تروح؟ يا دوب بتروح عشر هولمن. تقعد هناك تتفرج على الناس الرايحة والجاي. هاي المنطقة المزلحمة في استوك هولم. فامريكا بتروح تفرجوا. تفرجوا على الفيديوهات وبعدين يحكموا. ادخلوا تفرجوا على الجالية. من اكبر الجاليات العربية في امريكا في باترسون امريكا. في تامبا فلوريدا. في هيوستن. في دلس. اكبر الجاليات العربية. تشعر حالك في بلد عربي. هاي هون قاعدين بزفتو. نمر من عندهم. الوضع هون مكركب. اللي هارد من العرب. لا لا هذا كلام مو صحيح. والله مو صح اول كم من سنة. بتكون عندك فكرة انه انا بدعيش بعيد عن العرب. بس يصير عندك زوجة. يصير عندك ولاد. يصير تقول مين دي سدي الفراغ. هذا الكلام كلنا يمكن شعرنا فيه بالبداية. بس والله بعدين بعد ما يمر عليك كم من سنة. يصير عندك ولاد. يصير ولادك يقول لك بابا وين نروح. بابا وين جالية العربية وين. وين العراس وين الحفلات وين الصلاة وين الجامع وين. يصير عايش في فراغ. في البداية اغلبنا بنيجي على اوروبا بقول لك انا زهقان العرب. والدول العربية وقرفان. بعد ما يمر عليك عشر سنين تمني سنين. يصير تقول يا الله. طب انا عايش لحالي. طب وين. طب يعني فكرك الاوروبيين. رح يستقبلوك بصدر رحب. الا اذا انت عاد بدك تتقمص الشخصية الاوروبية. وتعيش حياة الرجل الاوروبي. بين السكر. بالسهرات. بالنساء. وهذا اكيد. ما رح تسمح لك فيه. لا زوجتك. ولا العادات والتقاليد. ولا الدين. مضطرين يمر من عند الجرافة. بتجرب بكرة. بكرة بتمر الايام. راجعني بعد عشر سنين. اي جرافات شور. راجعني بعد عشر سنين. كنت يا ما اسمع. اشخاص يتواصلوا معي رائد. انا بدي عيش بين السويديين. والله حكيت هاي القصة اكتر من مرة. وتواصلوا معي اشخاص. ابتعدوا عن العرب. راحوا عاشوا بمناطق. وضحوا من المادة كتير كويس. بشتغلوا بشركات كتير راقية. وراحوا عاشوا في مناطق كلها سويديين. قل لي والله يا رائد كنت اتوقع ان يعيش راح احصن حياة. وبلش اخذ منت على المدرسة. لا احد يسلم. لا احد هي. لا احد مرحبا. لا احد صباح الخير. وقل لي شاعر حالي عايش مع موات. قل لي والله شاعر نحالي. اني عايش مع موات. شوفوا شوفوا فيديو. تبع ابو الفرجين طالعة طالعة. هون بالسويد يا حبيبي. الأغلب طبعا دول أوروبا. بس السويد أكثر. هون بالسويد ما حدا بحكي مع حدا. ما حدا بحكي حتى لو تسأل حدا سؤال بيستغرب. بيجاوبك ممكن يجاوبك. تركب القطار كله ساكت. تمشي بالشوارع كله ساكت. هاي البلد كويسة لجماعة الصم والبكم. هاي البلد منيحة للهدوء. للهدوء النفسي لفترة معينة. لكن بعدين بتصحى بتقول وين هم بسافروا. فكرك السويدي بعيش نفس المعاناة اللي انت عايشها. هو طول النهار بسافر لا تايلندا ولا كوريا ولا برشلونة ولا تركيا. وصواح وبالبواخر. انت اللي قاعد لخمس سنين ورا اللجوء ورا الاقامة وقاعد من نفس البلد. بكرة بتعيه في حياتك. اذا ما عملت اشي. اه كثري كل ايش احنا حكينا ستاندرد ستاندرد. لاقهم لاقهم. لا هدوء كثير ولا فوضى كثير. يعني هلا زي تمشي بشارع تقسيم تنزعج. هو حلو. وحركة. روح يمشي الساعة اتناعش ولا واحدة وتنتين الظهر. بتوشون عالق ماشي بمظاهرة. يعني انا كنت انا وزوجتي الولاد ولا نزعجنا. من كثرة الناس. وروح بدك تدخل على الآية صوفية طوبير. روح على بصر ايش طوبير. صحيحة نحن نحب كثرة الناس بس مش لها الدرجة. ونفس الوقت. ممكن المدينة تكون. تروح على مدينة ألانيا. أخف حركة ناس أقل. موزعين. مرتبين. فالستاندرد حلو. كثرة مش كويسة. وقلة مش كويسة. تتجنة من غير الناس ما بتندس. كلام جميل. صد صباحكم يا رب صباح الخير. فاحنا قاعدين بنحكي يا أخوان الكرام. كل إنسان واختياراته بهذه الحياة. فاحنا بنحكي لأخواننا العرب. كل إنسان يحاول يفكر ويخطط. وما يتسرع وما يبني. على كلامي وكلام غيري. لو روح يخسر مصري. ينتقل بدا روح عايش بأمريكا. ولا روح يتفرج. فالليوتوب متاح. الجوجل متاح. الذكاء الاصطناعي متاح. كل شي متاح. حط سؤالك بتلاقي ميت جواب. يعني إذا انت شفت أنا حكيت بموضوع. ومش مختنع. اكتب يا أخي بتلاقي ميت رد. فلا تتعجل. لأنه في نصابين وفي محتالين وفي مهربين. وفي بين الصفحات هاي اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها. بتلاقي لك المهرب وبتلاقي لك المحامل النصطاب. وبتلاقي لك اللي بدي يكسب من وراك مصاري. ممكن يقولك تعال تعال. تعال على بريطانيا تعال على فرنسا تعال على ألمانيا. على أي أساس؟ على أي أساس أنت بكتوها. أنا عشت ببريطانيا. وهسا مثلا متردد. أنا متردد. بأشوف ممكن اشوف. اوكي أنا عندي قامة ببريطانيا. بس صرت أشوف بعدما تابعت الجالية العربية في أمريكيا. صار الاختيار الأفضل ممكن يكون أمريكيا وعندي أصدقاء في أستراليا بس أستراليا أنا مستبعدها نوعاً ما ما شفت الجاليات العربية فيه وتواجد والتجار والشغل والسيولة والفرص أمريكا فيها ميزات كثيرة التقس التباين التقس بين شمال وجنوب قارة 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 متنوعة تختار عدلتها تختار بين الشمال والجنوب الورد جميل وعيونك الحلوية سلنا المحطة كم بايد شوف كيف ننطول الكرد هذا كل ما يمطر السلام عليكم نا برافو احنا في محطة بعدين هون المشكلة في السويد بالذات ان بيجوا بعمر كبير زي حالتنا احنا اولاً اتقان اللغة يعني حالات حالات قليلة جداً من البوصل عمره 35 30 40 اشوفه يتحدث اللغة السويدية بطلاقة فانك تشتغل في مجال اكاديمي صعب جداً يعني بدك تظل تشتغل في الاشغال اللي هي زي كيف الخدمات يا سواك باص يا رعاية كبار السن يا نظافة فقليل انك انت تصير عندك فرصة انك انت تصير صاحب العمل قليل جداً من العرب منكر اولادك لكن امريكا لا غير امريكا غير وصلت عمرك 40 50 اذا عندك مهنة وعندك اشي وعندك تخصص اسهل من اوروبا اوروبا النظام معقد الرخصة معقدة والاقامة معقدة والشياء كثير صعبة اللهم يسعدك يا رب يسعدك بادر يسعدك ساعدك منظر ان شاء الله الى صلاة الظهر الى شهر همين اي مخطف ضربي قرد واحدين عشاب همين اي مخطف ضربي قرد واحدين عشاب همين هلان يا ابو اياد نقرأ التعليقات بس قبل ما نوصل هلان يا ابو اياد دوار جميل المانيا منيحة لكن ما بدهم عرب يتدايق عليهم مقونين والله انا لو افضل المانيا تسمع حالات يعني بلد جميل وبلد كبير وبلد رائع لكن ما اختلفت كتير كتير يعني عن السويد فانا بالنس بيلي امام انا بدي اروح بروح عن النمسة اندي خالي هناك صار له خمسين سنة النمسة كمان بلد رائع وجميل يعني الجو اوروبا خلص احنا اللي عشنا باوروبا سنوات طويلة وعبين جو مختلف نمط حياة مختلف ما بعض هل تؤيدوني بالرأيي اللي عاشوا باوروبا زمن طويل زي اللي كيف تعود على شغلة ع طبخة معينة بده سيستم مختلف بده اشي جديد يكسر النمط فصار الواحد يفكر باشي مختلف عن اوروبا خلص يغير القارة كلها يكتبونا بالتعليقات هل انتو بتفكروا بنفس الطريقة ولا انا لحالي هنشوفوا طيب ما عندكم اولاد بالحارة والله بالحارة نادرة ما تلاقي حدا بالعب هنشوفوا ايش كابين اقالليه هو اه الآنية مدينة حلو كثير بسبب كل الاقامات والغراق والقصص عشان سوري وعراقي واردني وتتعافين من الوضع في تركيا شوية صعب حاليا للجاريات العربية بالطرف كاليفورنيا برضو الجو فيها كتير حلو. وراقية جدا. عدد سكان 39 مليون. كندا انا مش من جماعة كندا. جماعة كندا الصفولي عن جن. من جماعة العمطار. لاش عمطار. وتلوجه كفي. من روح الصيف. انا بحب العمطار كتير. بس انا حبين نمط مختلف. حتى صار لي 24 سنة في المانيا. شو رأيك? تكمل او ان خكر باشي تاني? تركيا لا تصلح بالاستقرار. مضايقات كندا افضل الف مرة رغم قصدي تنصح بكندا عندك معلومات عنها. فكر بهجرة جنيب. نعم. واكبر الاوروبا كلهم يفكرون. بهجرة من اوروبا. زي ما حكيت لكم هي الفجوة فجوة الجاليات العربية. فجوة الجاليات العربية اللي هي مش تشعر حالك. عايش بمكان غير مرحب فيه. حتى العرب نفسهم مش من دمجين مع بعض. في اوروبا. العرب نفسهم. احنا العرب نفسنا مش طيقين بعض باوروبا. خلينا نكون صريحين. اذا واحد اشتغل ما تطلع عليه بصر كيف. وذا واحد راخب. لا من دمجين مع العرب ولا من دمجين مع الاوروبيين. هيك عايشين حياة بس هيك تمشاي. تمشاي حتى يجي الافضل. والله اكتر العرب في اوروبا لا طيقين بعض. ولا من دمجين مع بعض. لا مع العرب. ولا مع السويديين. انا عندي معلومات عن كندا. جماعتها خلال سنين. وعندي اصدقاء. والله انا عندي اصدقاء في كندا بس الجو قد يكون حائل انا بالنسبة لي وبرضون كندا يعني بلد غالي مورخيص. ما فيها فرص زي امريكا. امريكا بلد الفرص. صعيح فيها مخاطرة ومغامرة. لكن فيها جاليات قوية جدا. سلوان راح يغير فكر العرب. سلوان هو الحل. طيب خلينا نطيرك عن سلوان. روح العقو. قالينا مبسوطين مع الاجواء هاي ونروح نصالي الظهر. احنا الى في شار هلمين ستك هلم. هاي سوقي خضرة. اعطينا رأيك بسلطنة عمر. والله عمان كويسة. كتير تفرجع فيديوهات. عمان قد تكون الافضل في الخليج من ناحية الجو. ومن ناحية ممكن المعاملة. لكن اذا نفكر بالعمارة ممكن تكون قطر افضل. ممكن تكون دبي افضل. ممكن تكون الرياض افضل. لكن اذا نفكر كمعاملة شعب حسب ما انا كنت انا عشت الامارات. الشعب العماني رائع جدا. وبلد حلو طبيعة. بلد في طبيعة زي اوروبا. يعني في مناطق فيها طبيعة زي اوروبا. انا بشوف عمان اللي بتطلع له فرصة بلد رائع. يعني انت بتجمع بين الخليج وبين الطبيعة. يعني فيها طبيعة رائعة جدا. عمان رائعة. لكن فيها حرية وحقوق انسان. يا رجال فكونا من حرية وحقوق انسان ذبحونا بحقوق الإنسان. هنا من أول ما جئنا على أوروبا وستقهولم والسويد وقلوا لنا حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الحيوان. حبيبي بكرة بتيجي تدور على شغل بتلاقي الشغل بتصير يعطوك الشغل اللي هم بدهمش يشتغلوه ويتشرطوا عليك. إذا أنا اشتغلت نظافة عملت تلت أربع انترفيو وعملت اثنين تلاتة تيست ومعي شهادة جامعية ويا دوب وافقوا علي. كمان لولا الواسطات يميل كمان ما وافقوا علي. وهنا بالسويد. ومعنى جنسية. ويا دوب نظافة طلعت النا. نظافة نظافة يا دوب طلعت النا. خلكن مع بعض واقعيين زي بمحكمين. وهو انت جاي على حلم انت جاي على حلم انت جاي تشغل اي اي شيء انت بترك بلدك جاي تحلم انك تعيش حياة فيها رفاهية. انت جاي على حلم كبير. تيجي هون بالاخير. يا دوب بتلاقي شغلة نظافة. يا دوب بتلاقي شغلة خدمات اجتماعية يا دوب بتلاقي لك شغلة رعاية اطفال في المدارس. يعني تتحلم انك تصير مدير بالسويد هذا واحد بالمية. مدير مدير حتى لو عندك كل الكفاءات. ما بيخلوك صعب. بالشركة برفضوك. كان عندي اصدقاء في الشغل محهم شهادات من فرنسا. وهندسة. كانوا حطينهم شغلات في الشركة يعني استثنائية. وبالاخير قالوا له يا بتنزل تشتغل نظافة. يا من طرك من الشركة. طرك الشركة. فرنسا وشهادات واضرب واطرح وهندسة ولغة سودية ولغة فرنسية. بدهم يشغلون نظافة. فحالات يا اخي اوروبا شوي. يعني همنا نعطيكو الصورة المعتمة. لكن في حالات قليلة جدا من العرب تشوفهم مدراء. واصلين. الرفاهية موجودة خارج الدول غير العربية. اللي بتحكي عنها مع التوزن. احنا ما بنحكي عن موضوع التعاسو ومتعاسو الاشياء. احنا بنحكي لكم الحلون. وكل الانسان حر. خلا قلبوا الموضوع لتعاسي ولمعاسي. اصلا بطلع لك واحد زاقان حياته. ومفاهم مش قادر يطلع باب بيته. وبيقول لك طلعوني. بس يجي هون بصير يعيط. وين الاقامة? وين الوراق? بقعد له عشر سنين. وهو هارب بالعنوين. ما حدا بنقذك وقت يا حبيبي. والله ناس اجت من غزة ومن فلسطين ومن سوريا. وهي مقاعدين. ناس محها جنسية مش قادرة تمنح اولادها. اقامة دائمة. الناس مش قادرة تعطي زوجاتها اقامة. هلأ في الوقت الحاضر القوانين تغيرت. صباح الخير صباح النور. من ستوكولم شارهن. فاوروبا يا اخواني الكرام يعني اذا ما كنت انت انسان شاطر باللغات وجاي عمرك صغير. اما انت جاي عمرك اربعين سنة. وملكاش نفس جاي تتعلم لغة. ولسه بتستنى اقامة. بدي يضيع من عمرك عشر سنين. وانت قاعد بتطارد على الجنسية. فهذا اذا مش قادرة امورك تمام. وما اغلط لك بأي ورقة. وما اغلط لك بأي قصة. راح تضيع من عمرك عشر سنين احد عشر سنة. بعد العشر سنين. راح تقول وين انا؟. يعني انتوا قاعدين بعض العرب بذكر لك حالة حالتين ناجحين. طبع فيه من الوطن العرب كتير. فيه 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 حالات كتير ناجحة. ليش كلنا اللي عندنا نتغرب. فيه كتير عرب ناجحين. في كل الدول العربية. في مصر فيه ناجحين. في الاردن فيه ناجحين. فيه غزة فيه ناجحين. في كل دول حتى اصعب الدول. فيه افريقا فيه ناجحين. يعني اذا كمن وقت كمن عربي جوري عشر او لخمسة عشر واحد نجحوا في اوروبا تعتبرهم قياس? هاي مشكلة بعض العرب. اذا سمعين لك خمس ستة عرب صاروا مليونيرية بالسويد. سير يقول لك العاد السويد تخليني مليونير. طب انت ناسي انه في عندك تسعمائة الف آآ يا دوب قادرين يشتغلوا يا دوب قادرين يغطوا التكاليف معايا. عايشين بس مندفع فواتير. انت عارف انه اكتر العالم اللي عايش بالسويد. عايشة بس بتدفع فواتير عشان سد الخوزيق. هسه في الوقت الحالي خصوصا مع التضخم. احنا الراتب بيجي من هون وروح كله دفع فواتير. يعني لا تفكر هالبهرجة واللبس والسيارات كله فواتير. يعني ما. والله يا اخوان الكرام. انا احكي لكم يا قبلنا نروح على الجامعة عشان ان شاء الله نكون صادقين معكم. نسبة لا يقل لا يقل. انا اتوقع لا يقل عن ستين سبعين بالمية من العرب اللي عايشين في اوروبا عايشين ندفع فواتير. حياتنا عبارة بس انه احنا يعني لو في بديل اخر يعني اكثر العرب مين ما تسألوا بيقولك انا يا ريت تطلع لي فرصة في دبي. اتمنى تطلع لي فرصة في قطر. اتمنى تطلع لي فرصة في في الرياض. اكثر العرب بيقولك انا ما في توفير. ما في توفير. الزوج بتشتغل. والزوجة بتشتغل. التنين. يا دوب. يعني انت عندك بالشهر احنا كعائلة. تلات اطفال. وزوجة زوجة واحدة. مش زوجتين كمان زوجة واحدة. لا يقل مصروفنا الشهري عن خمس وعشرين الف كرون. تقريبا احنا بنصرف في الشهر الفين وخمسمائة دولار. وهذا احنا نعتبر حياة عادية. يعني مش رايحين على مطاعم راقية. مش ركبين سيارات. بس كروت مواصلات. واجار البيت. واكل وشرب. في هيك عادي. في استوكولم. الحمد لله نشكر الله. بس اذا نفكر انت بالتوفير. احنا بنخاطب الاشخاص نفكر بالتوفير والعائلات اللي عنده عائلات. اوروبا في الاغلب في الوقت الحالي هي عبارة عن سداد فواتير. ممكن امريكا تعمل فيها مصاري. هنا ممكن انت جاي صغير او اولادك هم يمكن يعملوا مصاري. لكن انت اللي عمرك اربعين وخمسين سنة يعني ممكن واحد بالمية يتزبط معهم. هو يكون ذكي عبقري هذا الشخص. من يوم يوم عبقري. من يوم يوم شاطر. ومن البلاد شاطر. ويمكن جاي معهم مصاري.